بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلبة التوجيه الرائعين جيل 2007 الفخمين أهلا وسهلا فيكم ربي يرضى عنكم ويبارك فيكم ويفتح عليكم ويرزقكم التفوق والنجاح والتميز والإبداع والتألق دائما وأبدا في الدنيا وفي الآخرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأن يمهد لكم دروب السالكين وأن يجعلكم يوم النتائج من الطلبة المتفوقين الفرحين بإذن الله رب العالمين معكم السمرين يا حباب القلب إن شاء الله في شرح المادة وهذه الحصة الثالثة لكم مجانيا أو مجانا برضو ستنزل على اليوتيوب ونزعيكم عن اليوتيوب الآن ستشوفوها بإذن الله تعالى فقط هذه الحصة الثالثة الآن باقي شرح المادة حيكون على البطاقة بإذن الله تعالى وقلنا لكم كيف يتوصوا للبطاقة انتفقنا؟ طيب أستاذ وين وصلنا؟ وشو حنبدأ؟ الآن خلصنا موضوع أرهينيوس كامل حمض أرهينيوس مادة تتأيين في الماء وتنتج أيون الهايدروجين الموجب قاعدة أرهينيوس مادة تتأيين في الماء وتنتج أيون الـ OH السالب أو أيون الهايدروكسايد السالب أرهينيوس وضع المي على السهم لأنه المي عنده بس وسط للتفكك ما دخلت في التفاعل يعني ما فيه إيش يرطبط في المي فعليا المي بس فككت الحمض أو فككت القاعدة فقط لا غير أرهينيوس فقط كان شغله دقيق وصحيح لحد يوم من الحالي فيه تفسيره فقط للقواعد القوية التي تحتوي على الـ OH فإذا N-A-OH-K-OH-L-I-OH-C-A-OH-BY-2-S-R-OH-BY-2-B-A-OH-BY-2 هذول الست قواعد قويات كلهم فيهم OH منفسرهم حسب أرهينيوس ولما نكتب معادلة تأيينهم ومنكتب معادلة تأيينهم حسب أرهينيوس لأنه بعد هيك ما حتشوفوا لا برونس الدوري حكى عنهم ولا ليوس حكى عنهم طب ليه ما حقوا عن القواعد القوية لأنه قالوا لأرهينيوس يغلق في القواعد القوية 100% لكن كان عنده كثير كوارث السيد أرهينيوس حكينا من ضمنها أنه فقط درس الحموض والقواعد في المحالي للمائية هاي مشكلة كانت عنده والأصل أنه يدرسها في كل ظروفها بش بس في المحالي للمائية هاي واحد اثنين مشكلة أرهينيوس أنه فقط درس الحموض اللي فيها H والقواعد اللي فيها OH هاي مصيبة برضو لأنه في عندي حموض ما فيها H وفي عندي قواعد ما فيها OH تمام؟ أيضا ما قدر يفسر كثير من القواعد المعروفة لأنه ما فيها OH زي الـ NH3 زي الانتو اتش فور زي سي فايف اتش فايف اندل بريدين بنسميها زي الامينات اي اشي بانتش تو ار انتش تو تمام ما قدر يفسرهم لانه ما فيهم او اتش وهذول قواعد واخر اشي لم يستطع تفسير سلوك الاملاح الحمضي او القاعدة لانه في عندي املاح حمضية واملاح قاعدية ما قدر يفسر سلوكهم كل هاي الاخطاء مين اجوا وظبطولوا اياها برونس سلولوري لكن قبل ما نيجع برونس سلولوري لازم نتعرف اشي ما نسميه ايون الهايدرونيوم هو الاصل يشرح ايون الهايدرونيوم مع برونس سلولوري لكن انا بدي اشرح الآن ضل برونس سلولوري بطريقتي بالله انك تركز معي ارهينيس فسر الحموض وقال لك الحمض هايها نكتب معادلة تأيون حمض معين هاي الهش سي ال مثلا عند ارهينيس الهش سي ال كان يضعها في المي والمي على السهم لانه ما كانت تدخل في التفاعل ويعطيه اتش موجب زائد سي ال ايش سي ال سالف كويس كويس هذا تفسير ارهينيس هل تفسير ارهينيس في تفكك الحموض وتأيين الحموض صحيح بنقول لك لا مش صحيح مياه في عنده مشكلة طب مين اللي يجي قل له انه عندك مشكلة يا سيد ارهينيس الغاليين على قلوبنا برونستو دولوري برونستو دولوري ايش احكوا لا ارهينيس بيجي واحد بقولي عن جد حكوله يبدلني يا ابني انا قاعد بقرب لك الصورة انا قاعد بحكي لك الموضوع كقصة عشان تفهم الصورة بس المهم برونستو دولوري من خلال تجاربهم وابحاثهم ايجي شو حكوا لا ارهينيس قالوا له ارهينيس انت كلامك هنا غير دقيق يعني اله سي ال اذا ذوبت في المي بعطيك اتش موجب و سي ال سالب كلامك مش دقيق يعني في نسبة صحة بسيطة لكن تفسيرك للحمض وتعريفك للحمض غير صحيح قالهم طب نورونا تفضلوا يا جماعة الخير نورونا قالولو شايف اله سي ال لما ذوبت في المي مش اعطاك اتش موجب قالولو احنا معك فيها لكن هاي ال اتش الموجب اسمه بروتون صح يا ارهينيس قالهم اه وعرفنا ليش اسمه بروتون صح من اول حصة طيب قالولو هذا البروتون هو عبارة عن جسيم صغير جدا مهو بروتون بس البروتون قديه حجمه يا جماعة الخير صغير جدا عنده شحنة كهربائية عالية جدا مقارنة بكتلته يعني كتلته ضئيلة جدا لكن شحنته موجب وهو الوحيد الموجب وهو بروتون واحد والبروتون واحد موجب صح؟ شحنته هاي الموجب عالية شحنته شمالها عالية قوية وحجمه شو صغير حجمه ايش صغير يعني زي ما نحكي احنا والله للولد صغير حجمه هالقدة حجمه صغير الولد وافعاله يا اخي بهبله بهبله قد الفطعة وياخي مقر في الدار صح؟ هذول الصغار بتعرفونهم هذول هيك الولد الصغير اللي بيجي بصير عوله خمس سنين ولسه طوله يعني عشرين سانتي بس تمام؟ يعني زي ميسي بش بسموه البرغوث على حجمه صغير بس بفعفة للدنيا أنا بشجعوش ولا بشجعو حدا يعني بس عشان تكونوا بالصورة بس احنا نحكي يعني بشكل عام المهم يعني هو صغير تمام؟ هو صغير البروتون حجمه صغير لكن شحنته مفعولها كبير تمام؟ طيب طب ايش بستفيد من هذا الكلام؟ يعني ايش يعني شحنته عالية؟ شحنته عالية يا استاذي معناته انه لا يستطيع البقاء واحده في الميت يعني الاتش موجب هاي شحنتها عالية ما بتظل حالة في المي لازم ترتبط بشيء لازم ترتبط بشيء لذلك طلع شو بقولك؟ الحمض بتأين في المحلول هاي في المي بتأين وبيعطيك الاتش موجب صح؟ هذا الاتش موجب عبارة عن شو؟ عن بروتون واحد بس والبروتون شو هو؟ جسيم صغير جدا بيحمل شحنة كهربائية عالية جدا مقارنة بكتلته كتلته صغيرة لكن شحنته عالية معناته شو؟ معناته لن يستطيع ان يبقى وحده في المحلول لذلك يجب ان يرتبط بشيء طيب لذلك لا يمكن ان يتواجد هذا البروتون منفردا في المحلول لا يمكن ان يبقى لوحده في المحلول لاحظ اني انا قاعد بشرح لك وبعدين باجعة دوسية بورجيك شو المهم هسا ما حدش يقولي شو احفظ انا قاعد بفهمك تسعين بالمية من المادة فهم الحفظ انا بقولك هذا يلزمه حفظ ما دون ذلك يلزمه فهم وصلت ما دون ذلك شو يلزمه فهم يعني ما حدش يحفظ هاي الجملة يتأين الحمض في المحلول وينتج ايون الاتش موجب وهذا الايون الاتش موجب ذو كتلة صغيرة وشحنة عالية لذلك يجب ان يرتبط بشيء لا يبقى لوحده في المحلول او منفرد لا عم تسمعهاش مش تسميع فهما 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 الحمض بعطيلي ااتش موجب هذا الاتش موجب كتلته صغيرة شحنته عالية لا يبقى لوحده في المحلول لازم يرتبط بشيء بفهم بس طيب طب بمين بدو يرتبط الله هذا البروتون الرائع اللي شحنته عالية مقارنة بكتلته برتبط بالست الفاضل اللي هي جزيئة الماء يعني ايه حضرتك يعني يا ارهنيس المية مش هتبقى على السهم ليه حصل لها ارتبط بالبروتون يعني البروتون يا أستاذي شبك في المي بما انه ارتبط في المي اذا النتج عندي ايوان جديد حيلو الكلام امنا امنا صلي على الحبيب خلي قلبك يطيب قول يا رب الـH موجب ارتبط في المي انتهى الموضوع اذاً دخلت في التفاعل لانه مغانون فى انه ارتبط فيها شيء معناتاقا لان لن تعود الماء لم يعود الماءических ماء على السهم كلام ارهينيس انه المي علي السهم عبارة عن وسط لا كلام ارهينيس غير صحيح اذاً الـH موجب يجب ان ترتبط في الماء بدا ترتبط في الماء معناته المي راح تدخل في التفاعل زي هاي المعادلة وهسه بارجع الكلام اللي فوق طول بالا الـ HCL ذوبنا في المي لاحظوا المي وين وضعها برونس دلاري وين وضعوها مش على السهم لا وضعوها في المتفاعلات يعني هاي مادة متفاعلة صارت طب ليه مش الـ HCL عبارة عن H موجب وCL سالب الـ H موجب هذا مش بروتون رح يرتبط في المي رح يرتبط في مين في الـ H2O طب لما يرتبط في المي شو هيصير H3O موجب هسا بيجي طالب يقولي طب H3O فهمنا لأنه هي H2O إجاهة كمال H صارت H3O طب ليه موجب يا أستاذي شحنة المي بكلها متعادلة هون ما في شحنة واللي إيجا شبك في المي هو H موجب وليست H لحالها H موجب المي شحنتها صفر ودخل عليها H موجب ارتبط فيها صارت الـ H هنا زالت صارت H3O والشحنة الكلية بدأتصير موجب ليه لأنه شحنة المي كلها صفر وشحنة البروتوني دخل عليها موجب موجب واحد وصفر موجب واحد تمام فارتبطت إيش مع المي فصار عندي H3O بلس هذا الـ H3O بلس مهم هذا اسمه أيون الهايدرونيو هذا شو اسمه أيون الهايدرونيو حلو زائد CL- يعني CL- خاصة صلعة تتفككت شو الفرق؟ إنه الـ H موجب وشحنة تطلع على حالها زي كلامه الـ H موجب رح تشبك في المي كويس كويس طيب شو نوع الرابطة؟ شو قصدك يا أستاذ؟ الـ H هاي لما إجت على الـ H2O وارتبطت فيها شو نوع الرابطة اللي ارتبطت فيها هي رابطة تناسقية أستاذ شو يعني رابطة تناسقية؟ شرحت لكم إيها بالتأسيس وهس راح أرد أشرح لك إيها مرة ثانية إلا كنتك تعرف شغل برونس دلوري ترى بيعرفو شنها رابطة تناسقية تمام؟ ما بيعرفو يعني إيش؟ يعني برونس دلوري يجو قال له هارهين شوف عليك الـ H بلس بترتبط في المي بعطيني H3O بلس وCL- هاي من خلال حساباتنا وتجاربنا وفهمنا تمام؟ بس شنوع الرابطة؟ هاي مشاكل برونس دلوري إنهم ما عرفوا شنوع الرابطة يا حرام هاي المشكلة مش قلت لكم أنا برونس دلوري عنده مشكلتين المشكلة الأولى إنهم ما عرفوا نوع الرابطة شو المشكلة الثانية طول بالك علي خليني يمشي في المادة بعد أنت يعرف شو المشكلة الثانية فالمشكلة الأولى إنه برونس دلوري لم يستطيعا تفسير النوع الرابطة أو طريقة ارتباط البروتون في المي كلامهم صح أنا بقول لك كلامهم 100% صح ومثبت علميا ليومنا الحال إنه الـ H بلس بترتبط في المي بعطيك H3O بلس زائد CL- كلامهم صح 100% لكن لما يجو سألوا برونس دلوري طب تعالوا مش أنتوا بتحكوا القدش بلس رتبطت في المي وإنتوا كلامكم صح علميا وأثبتوا ذلك علميا ممكن حضراتكم ممكن حضراتكم تفهمونا شو نوع الارتباط ممكن تفهمونا شو نوع الارتباط برونس دلوري قالوا إحنا ما بنعرف إحنا ما بنعرف هاي مشكلة عنا إحنا ما بنعرف شو نوع الارتباط ولا بنقدر نفسر أريت الارتباط مين اللي إجا فسر لهم أريت الارتباط لويس لويس إيجا فسرها وقال لهم الرابطة شو نوعها رابطة تناسقية رابطة إيش إذن مين فسر ارتباط البروتون بالمي طريقة الارتباط ونوع الرابطة السيد لويس تمام لكن هذا رح نيجي نحكي عنه إن شاء الله تعالى لقدام ولاحقا طب شو اللي بيصر عني وشي يعني رابطة تناسقية شوف عليه الهتو او يحكتبوا الآن أنت لست مطالب فيه بس عشان تفهم لست مطالب فيه هيني قاعد بقول لك شو اللي أنت مش مطالب فيه ال-O ساثي عباره عن O عندها H من هون وعندها H من هون وعند الأو زوجين من الإلكترونات غير الرابط الرابطة عباره عن كم إلكترون؟ إلكترونين كل رابطة إلكترونين هذه الرابطة تساهمية بين O و H وهي تساهمية بين O تعال معي había 2 هذه هي 1-2 إذن this time has 1gestellt وواحدicle 1-2 إذن this time is 1gestellt 1-2 ,3-4-5-6-7-8 لأن هاي رابطة تناسقية متشاركين مع بعضها فالأو حولها ثمن إلكترونات إذن عندها الأو في المستوى الأخير يعني الأو مستقرة برضو محققة قاعدة الثمانية صح ولا لا شرحنا هذا الحكي في التأسيس إذن الأو مستقرة والأتشات مستقرات إذن ما فيش داعي يعملوا رابطة بس ليش الدرات بتعمل روابط في التفاعلات عشان تستقر عشان توصل لقاعدة الثمانية وتحقق الاستقرار وتفلل المستوى الأخير طب هون الأتش تو أو لما رتبطت في الأتشات وكوّنوا ماء أصلا كان هدفهم إنهم يرتبطوا مع بعض عشان إيش يستقروا استقروا وعطوني الماء طب تخيل أنا بدي أجيب أتش موجب أخليها ترتبط هون طب الأو شو بدها الأو مش محتاجة ترتبط الأو يا أخي مستقرة والأتشات هذولتين مستقرات وهاي شو في عندها إش تقدموا أصلا إش دو تقدم ما عندها شيش طب ليش ما عندها شيش تعال أقول لك مش حكينا المرة الماضي إنه الأتش لما تكون متعادلة توزيحها ون أس ون صح طب لما أقول لك أتش موجب إيش يعني يعني الإلكترون اللي هون طار صار توزيحها ون عف ون والراحة فيها صار توزيحها ون أس ون أس زيرو إيش يعني ون أس زيرو أستاذي شايفين الأس عبارة عن فلك يعني غرفة كان فيها إلكترون واحد هون قبل ما يتم فقدانه كان فيها إلكترون واحد هون هيك كان شكله تمام لكن لما صارت أتش موجب اللي هي هون هاي 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 الأتش موجب هاي يعني فقدت إلكترون صح معناته صفة عندي فلك هذا الفلك شو منسمي ما إلكترون طار صار غرفة فاضية إذن فلك فارغ فلك شو ما له هذا فلك فارغ يا غالي فلك شو حضرتك فلك فارغ كويس الأتش بلاس اللي عندها شحنة كهربائية عالية لازم ترتبط في المي لأنه ما بزبط الظلم الفاردة بيدها ترتبط بتيجي الأتش بلاس عند الأو طب ليش عند الأو تحديدا لأنه الأتشات مش راح يشاركوا الأتش بتعمل رابطة واحدة وخلاص بيجوا عند الأو لأنه الأو هي الذرة المركزية وهي البيك بوس هون بتيجي الأتش بلاس عند الأو تحكينها يا او انتي عاملة رابطين مع الهايدورجين وعاملة مي وبعرف انك مستقرة وبعرف ان كل الأتشات عندك مستقرات لكن يشفقي على هالحزينة اللي هي الأتش الموجب بتقولها يشفقي علي أنا مسكينة عباب الله بالله عليك تشفقي علي أنا بزبطش أضلي في المحلول لحال لازم أرتبط أنا شحنة عالية عندي طيب شو الحال بتقولها الأو طب أنا عامل مع هاي الأتش رابطة تساهمية الأتش أعطت إلكترون وأنا أعطيت إلكترون وأعطيت للأتش والأتش هي أعطت إلكترون وأنا أعطيت إلكترون انت شوفي عندك إيش تعطيني إياه عندك إلكترونات نعمل رابطة تساهمية بتقولها فش هيو أنا فش عندي إيشي أنا كان عندي إلكترون وطار لما ارتبط مع الاسمع السيقل وصورة أش سيقل طار الإلكترون أنا ما عندي إيشي عندي فلك فارغ قالت لها الأو عندك فلك فارغ أنا اللي بساعدك بتقولها كيف بتقولها الأو أنا عندي زوجين من الإلكترونات غير الرابط يعني مش عاملين الروابط هذول الزوجين إلي هاي زوج زوج والرابط عبارة عن كم إلكترون إلكترونين يعني زوج واحد فأنا بقدر أضحب زوج تمام أعطيك إياب الفلك الفارغ وأربطك معي بتقولها كيف بتقولها تعالي يا بنت العالم والناس هاي أنا أو صح أوكي هاي الأجش الأولى اللي عندي وهي الأجش الثاني بش أنت بدك تجد ترتبط معي أجش بلس آه في عندي الزوج هذا ما اشتغلش إشي هذا اللي هو اللي عن يمين ما اشتغل خلاص هاي بده نزده تحت هون عادي بصير عند الأو طب هذا الزوج وين راح راح الفلك تبع الأجش فصار عامل رابطة مع الأجش هيها وإجت الأجش بلس رتبطت فيها هس هذول الإلكترونين أصلاً لمين هذول 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 الإلكترونين هذول لمين هذول أصلاً للأو اللي هم هذول الزوج هذ بس الأو تبرع لله تعالى تمام للأجش بلس عشان يعملوا رابطة تناسقية منسميها تساهمية تناسقية الرابطة التناسقية هي نوع من أنواع الرابط التساهمية لكن مش تساهمية التساهمية العادية أنه أنا بقدم الإلكتروني تبتقدم الإلكتروني أما هون التساهمية الأو قدم إلكترونين الزوج كامل تعوني الرابطة والأتش بلس قدمت الفلك الفاضل اللي عندها يعني كل واحد فيه مقدم شيء مختلف فصار عندي رابطة نوحة رابطة شو؟ تناسقية شو نوحة؟ اسمها رابطة تناسقية والطالب اللي حضر التأسيس بيعرفينها رابطة تناسقية هسه هذا كله الأيون شو شحني توحى تكون موجب واحد طب ليه موجب واحد يا أسان ما هي الأتش توا حكينا متعادلة دخل عليها أتش بلس هيا أتش بلس أتش موجب الـ H2O صفر والأتش أصلا موجب واحد صفر وموجب واحد لكل H3O موجب واحد انتفقنا؟ مين اللي فسر رابطة تناسقية؟ إنها رابطة تناسقية لويس وليس برونس دلوري بالعكس برونس دلوري كانت عندهم مشكلة إنه مش عارفن شعر normal sabia عن نوعي الرابطه تمام؟ هذا الحكي راح نراجع نحكيي لمن نبلش عند السيد لويس و ندخل الآن على برونس دلوري طب بناءًا على كلام برونس دلوري بناءًا على كلام السيدان برونس دلوري كيف عرفوا الحمض وكيف عرفوا القاعدة طلع انتبه عليه لاحظ الحمض صح حمض قوي طبعا طلع السهم باتجاه واحد لانه الحمض قوي الحمض شو عمل اعطى بروتون مش اعطى اتش بلس مش الحمض اعطى اتش بلس بروتون صح مش الحمض اعطى اتش بلس للمي يعني الاتش بلس طارت من الحمض راحت على المي صح يعني انتقل البروتون اذا برونسلولوري عشان يعرفوا الحمض والقاعدة اعتمدوا على انتقال البروتون 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 هو الاتش موجود بانتقل من ولا وين من الحمض مش هذا حمض هلا اي حمض اي حمض فيه اتش بيعطي هاي الاتش بلس فالحمض عند برونسلولوري لازم يمنح بروتون يعطي بروتون يعطي اتش بلس طيب هذا البروتون يريد يروح يريد يرتبط في مادة ثانية زي المي فعند بروتونس دلوري شو حكوه؟ حكوه يا معلم عنا الحمض مانح دون والقاعدة بدها تأخذ هذا البروتونس يعني المي هون سلكت سلوك القاعدة أخذت الاتش برص فيعني الاتش هاي طلعت من الحمض وراحت على المي فالمادة اللي طلع منها البروتون أعطت البروتون اللي يسميها عند برونس دلوري حمض والمادة اللي أخذت البروتون شو اسمها؟ قاعدة كويس طوله بالكو هستم نيجع على التفسير واحدة واحدة بس قبل ذلك تعالي نيجع على مفهوم برونس دلوري عند الحموض والقواعد الآن احنا متفقين أنا وياكم انه أرهين يصل ما قدر يفسر كثير من تفاعلات الحموض والقواعد ما قدر يفسر كثير من تفاعلات ما قدرش لأنه في قواعد ما فسرها زي الـ NH3 صاح ولا لأنه ما فيها OH وغير هيك درسها في المحاليل المائية طلع علي فمثلا لما جابوا لأرهين ياس فعلنا الـ HCL مع الـ NH3 مش هذا حمض وقاعدة فعلنا إياهم مع بعض قالهم الـ HCL عندي حمض قوي الـ NH3 انتو بتحكوا عنها قاعدة هذا أرهين ياس الـ NH3 هي قاعدة بس أنا ما بعض بأفسرها ما فيها OH كيف بدي أفسرها أنا؟ قالوا له إذا نضبع جنب إيجو برونس دلوري قالوا له إحنا راح نورجيك كيف بتفاعل الـ HCL مع الـ NH3 قالوا له الـ HCL اللي هو حمض الـ HCL مع الأمونيا اللي هي الـ NH3 هذا حمض وهذا قاعدة لما يتفاعلوا مع بعض راح يعطونا ملح وهسا واحد يقول لي كيف يعني أستاذي مش أنا الحصة الماضية قلت لك بداية بداية أول حصة إذا تفاعل الحمض مع القاعدة بعطونا ملح ومي وفعليا إذا تفاعل الحمض مع القاعدة بيعطيني ملح هذا الملح اسمه كلوريد الأمونيوم هايو الـ H4 كيف بتمثل هذا التفاعل؟ طلع يجو برونس دلوري قالوا ضربوا أصفرين بحجر قالوا له تعالي يا أرهين ياس قالوا له شو في خير؟ قالوا له هاي حمض وهي قاعدة صح؟ قالوا لهم صح قالوا له هاي من اذوبها في مي وهاي من اذوبها في مي هاي هم صاروا محالين هاي كويس يعني محلول، طيب، قالوا له طيب،itte طلع شو قالوا له عفوا قالوا له الآن هذا حمض وهي قاعدة هيطلع عندنا ملح زائد مي ، ملح زائد مي شفين هذا الملح؟ عارفين شو أصله؟ هو أصله أيون أم هولملح كبيرا65 لماذا يا جماعة خيال مركب ايوني؟ ايون موجب ايون سالب شو الايون الموجب تبعه؟ شو الايون السالب؟ C- هي C- انا بحكي عن هذا الان هي C- اذا هي C- اذا شو ظل عندي؟ NH4 هي الموجب امونيوم ايون هذا من المجموعة الايونية اسمه الامونيوم موجود عندكم في جدول الشحنات عبارة عن NH4 موجب و C سالب لكن لما تجمعهم مع بعض الموجب والسالب بروحه فبطلع عندك NH4 تمام؟ اللي بحكيه الآن تاخدش فيه كثير بس افهم وفهم هذا الملح بما أنه مذوب في المية رح يتفكك لأيون موجب وأيون سالب السي أد سالب والأن أتش فور موجب طب هسا كيف صارت الأن أتش فور موجب وكيف صارت السي أد سالب ولا إشي مش الحمض عند برونيست دلوري الحمض فيه أتش موجب وسي أد سالب ومش هذا بروتون صح؟ مضبوط؟ مش هذا بروتون؟ كويس الحمض بالنسبة لبرونيست دلوري في التفاعلات الحموض والقواعد مستحيل الحمض أنه الأتش بلص هيظل حالها في التفاعل صح؟ مش هكينا؟ بدها ترتبط بشيء هنا فيش عندي مي طبعا هترتبط في مين؟ القاعدة الأن أتش تريه طب كيف هترتبط في القاعدة؟ تعال أشرح لك اللي حكتبه الآن أنت مش مطالب فيه لكن مطالب فيه لما نبلش بلوس الأن أتش تريه هي عبارة عن أن أتش هون أتش هون أتش هون والأن عندها زوج إلكترونات غير رابط وإنتوا عارفين برضو كل رابطة عبارة عن إلكترونية صح ولا لا؟ صح يا أستاذ الحمض حيعطي أتش بلص حيعطيها لمين؟ حيعطيها للقاعدة بتيجي الأتش بلص على البيك بوس اللي هو مين الأن لأنه عنده زوج إلكترونات غير رابط ونفس الشي الأتش بلص أستاذي توزيعها ون أس زيرو لأنه إلكترون طار وعندها فلك فارغ عندها فلك شو؟ عندها فلك فارغ بتحكي للأن أنا عندي فلك فاضي وبدي أرتبط معك برابطة تناسقية الأن بتقدم زوج كامل فبصير عندك أتش بتيجي من الحمض وبتشبك بالأن أتش ثري ببطل عندي أن أتش ثري بصير عندي أن أتش فور وموجب ليه أن أتش فور موجب؟ لأن الأن أتش ثري متعادلة دخل عليها أتش موجب صارت أن أتش فور بدا تكون موجب والسي أل ما هي راح منها الأتش موجب ده تصير سي أل سالب هايها تمام؟ نفس الشي رابطة تناسقية إذن الحمض أعطى بروتون أعطى أتش موجب والقاعدة أخذت الأتش موجب فالحمض عند برونسة لوري بدي يمنح أتش موجب والقاعدة عند برونسة لوري بدي يأخذ أتش موجب كويس كويس الآن ركز معي الآن مش بس هيك شو قالوا لأرهينيز قالوا لي تعال منا برض ما نجيب الأجسي ألبس بالحالة الغازية مش زيك هبيلة بتروح تذوبهم في المي إحنا ذوبنا لك يوم في المي زي ما بدك وفعلناهم وفسرنا للتفسير العلمي وش كيف تفاعلوا مع بعض اللي أنت ما قدرتش تفسرهم وجبناهم برضو بالحال الغازي وفعلناهم مع بعض برضو أعطاهم NH4C بس بالحالة الصلبة هسا بيجي واحد يقول لي طب ما هو بالحالة الصلبة يعني مش أيونات لا يا أستاذي أيونات بس لأنه بالحالة الصلبة الأيونات تجمعت وارتبطت مع بعض وعملت ليش ملح صلب لكن هذا لو رحت ذوبت في المي هيعطيك أنا NH4C بسيئة لسالب هيتفككوه تمام إذا درسوا الحموض والقواعد بالمحالة المائية وبالحالات الفيزائية تبعتها صلب وسائل وغازية كويس كويس ركز معي الآن ركز معي هسا بعطيك أمثلة بس طول بالك الأمونيا أستاذي قاعدة هايها مش حكينا عنها قاعدة هاي هل فيها OH لا تحتوي أيون الOH سالب لا تحتوي على أيون هيدروكسايد لذلك إجو برونسد أولوري ووضعا تصورا جديدا حطوا تعريف جديد لمفهوم الحمض والقاعدة يعني قالوا لأرهين ياس تعريفك بزبط لأكمن شغله إحنا حنحط تعريف عام بزبط لكل شيء الإشي الوحيد اللي ما هنقرب عليها يا أرهينيس هي القواعد القوية اللي فيها OH لأنه شغلك فيها صح؟ نعم وبفضل إحنا راضين عنك فيها تمام؟ تمام فاعتمدوا على إيش؟ هاي النقطة المهمة اعتمدوا برونسد أولوري هاي لازم تكون عارفها حافظها فهمها اعتمدوا على انتقال البروتون اللي هو أيون هيدروجين موجب تمام؟ اعتمدوا على انتقال اله موجب طب بتنتقل اله موجب من وين لوين؟ من الحمض لأن الحمض هو اللي عنده أتش موجب لوين؟ للقاعدة فإذا من الحمض إلى القاعدة في أثناء التفاعل إذا مرة ثاني هاي الخلاصة اللي أنا بدي إياها اعتمد برونسد أولوري على في تفسير الحمض والقواعد على انتقال البروتون من الحمض إلى القاعدة كويس في أثناء التفاعل إذا شو تعريف الحمض عند برونسد أولوري؟ الحمض يا أستاذي عند برونسد أولوري مادة يمكنها منح منح إعطاء التبرع منح بروتون واحد أو أكثر في أثناء التفاعل يعني منح بروتون إحنا أنت مطالب على منح بروتون واحد بس أو أكثر معطيك إياها عشان تعرف أنه آه في الأمور تتعدى أكثر من هيه لكن أنت حتشتغل فقط على منح بروتون واحد بس فقط لا غير إذن الحمض منح بروتون يعني بيعطي أتش بلس طب لأ مين بيعطي للقاعدة؟ فالقاعدة مادة يمكنها استقبال بروتون واحد أو أكثر إنت مطالب بس بواحد فقط إذن في أثناء التفاعل إذن مستقبل بروتون إذن الحمض مانح بروتون بيعطي أتش بلس والقاعدة مستقبل بروتون بيستقبل الأتش بلس من الحمض بس هيك بس هيك شنوع الرابطة؟ تناسقية مين فسر الرابطة؟ لا 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 مش برونسد أولوري لا 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 حقيت لك إياها العالم لوس نأخذ مثال بناء على ذلك تعال ذوب للأتش سي أل في الأتش تو أو هس فسرناها فوق مش الأتش موجب والسي أل سالب؟ آه حلو والمي حتدخل بالتفاعل هس خلاص الأتش موجب تطلع وبترتبط في المي برابطة الناسقية شو بيطلع عندك؟ أتش ثري أو موجب وسي أل سالب مين الحمض؟ آه والله هاي حمض طب ليه حمض؟ لأنها منحة بروتون أعطت أتش بلس مين القاعدة؟ المي ليه؟ لأنها هي اللي أخذت الأتش بلس فهي مستقبل حسن بيجي طائب وقولي طب أستاذ أنا والله بعرف أنه المي متعادلة يعني لا هي حمض ولا هي قاعدة صح؟ شو ممكن تسألني هذا السؤال؟ آه كلامك أستاذي مش دقيق مية بالمية ليه؟ المي متعادلة نعم إذا من حيث مقياس الرقم الهايدروجيني لكن من حيث تسلوكها في التفاعل المي عند برونس بلوري مش بس لحالة فيها مع مواد ثانية بس خلينا على المي لأنه الآن شغلنا على المي لان رح نيجي نحكي عنهم طبعا هاي المواد الثانية انت مطالب فيهم إيش نسميها مواد مترددة أو أمفوتيرية؟ المادة المترددة أو المادة الأمفوتيرية مادة حربائي ملونة مرة بتسلوك حمض ومرة بتسلوك قاعدة والمي منهم المي مرة إذا تفاعلت بتتفاعل بتسلوك حمض وبتعطي بروتوم من عندها المي تعطي أتش بلس هس بورجيكم كيف ومرات بتسلوك القاعدة تأخذ أتش بلس هون المي سلكت سلوك شو القاعدة ليه؟ لأنها تفاعلت مع حمض أخذت من الحمض أتش بلس ورائحنا الحمض دائمًا بد feverو Ocho Cl its Plus فإذا المي ستجدو الصلوك estéما الرغم обще erzäh zipper في الصلوب إذا الحمض أعطي بروتوم ، إذا هذا الذي قدامي حمض بغض منه البروتوم فهمتعة علijke؟ إذا الذي قدامي حمض بستغله بغض منه البروتوم فإذا بدأانكم الأرمى القاعدة إذا بدأانكم قاعدة براتوم ، إذا بدأتمنى لو تعدى هرظ لدمية بروتوم خلاص أنا بحطيها أنا容易 عمض لكنher سأعطيها بروتوم ثالث لا اعطيها حوال Multi Nitro الوريد الهايدروجين في الماء اله سي ال رح يمنح بروتون بيكون هو حمد بينما يستقبل الماء البروتون ويمثل الماء القاعدة وهي المعادلة شو المطالب فيه بالدرس انت لحد ما خلص تعرف تعريف الحمد عند برونس دولوري والقاعدة عند برونس دولوري وعلى ايش اعتمدوا في تفسير الحمد القاعدة على انتقال البروتون طبعا من الحمد القاعدة تعرف تكتب معادلة تأيون حمد عند برونس دولوري وتعرف تكتب معادلة التأييون القاعد عند برونس دلوري ctn jurisdiana وأجسنا معها تستطعى التمييز الحمود القوي والقواعد القوية والحمود الضعيفة والقواعد الضعيفة وأذن ذكر بين برونس دلوري وأرهينيس الشيخ اللي accred we write about RÓHG عند برونس دلوريций هي نفس حمود قوي ليهم الستة الأشياء اللي قرر عنها بن برونس دلوري هي عند برونس دلوري easy to write هي ودوا الصيف الأشياء اللي قال عنها قواعد قوية .رهينياس عند. برونس دلوري قواعد قوية القلول له تمام الشغلات الثانية اللي هي القواعد ضعيفة زي ال NH3 وال NH4 أصلاً أرهينيس ما قدرش يفسرها فاللي فسروها مين؟ برونس دولوري طيب تعال بدي أحكي لك هالشغلة يا أستاذ مش أنت حكيت لي أنه ال NH3 قاعدة بس ما فيها OH صح إذن أرهينيس ما قدري فسرها طيب برونس دولوري فسروها كيف جابوا ال NH3 وذوبوها في المي لكن المي بدها تدخل بالتفاعل دير بالك وبما أنه هاي قاعدة ضعيفة قاعدة ضعيفة فالسهم رايح سهم راجع جيد؟ والمي دخلت في التفاعل طيب الآن أتشتري شو حكينا عنها؟ آه إذن قاعدة إجباري قاعدة وحكيت لك المي شو ما لها؟ حيادية إذن اللي قدامها حمض بتبس بتصير هي قاعدة إذن اللي قدامها قاعدة بتصير هي حمض المي شو قدامها؟ قاعدة معنات الميون حتسلك سلوك حمض طيب عند برونسة اللون حمض شو قد يعطي؟ أتش موجب طيب تعال أفسر لك هالشغلة الأتش تو عبارة عن إيش يا جماعة الخير؟ عبارة عن أتش موجب وأو أتش سالب هيا أتش تو أو أتش موجب وهي أو أتش سالب كامل تمام؟ طيب معناته المي حتمنح أتش موجب من عندها لمين؟ للأن أتش ثري شو بدأ تصير الأن أتش ثري؟ يلا معاي الأن أتش ثري إجاه أتش بدأ تصير أن أتش فور شو الشاحنة؟ تنسوش الشاحنة موجب ليش؟ الأن أتش ثري متعادلة إجاه أتش موجب هي مرة ثافية أو الرابعة بفسرها مع حتش يقول لي يا سحاب معرفتيش هاي الأتش موجب إجاب شبكة بالأن أتش ثري صارت أن أتش فور بلس موجب كويس شو ضل من المي؟ أو أتش سالب إذن زائد أو أتش سالب طلعت أو أتش سالب ولم ما طلعت الأن أتش ثري؟ هي مش طلعت هي لأنه برونس الدوري شو قالوا؟ الحمض مانح بروتون هاي مي سلكت سلوك الحمضة إنه اللي عندها قاعدة فمنحة بروتون صارت أن أتش فور موجب وشو ضل من المي؟ أو أتش سالم هي المي أتش تو أو راح أتش موجب ظل أو أتش سالب فإذن هاي قاعدة والمي سلكت ونسلوك الحمض فهل سنأخذ أمثلة أكثر بس قبل أن أخذ أمثلة أكثر بدي أحكي عن موضوع الربط بالأحيان موضوع الربط مهمة موضوع السر الطعم المر للأدوية بتشرب دواء حبة ريفانين حبة بنادول اللي هو إذا حاولت تستطعمها أو تحاول تحس بطعمها راح تلاقي طعمها كثير مر كثير مر طب والقواعد شو حكي أنا طعم القواعد إلى حد ما طعمها مر وهذا يعني أن معظم الأدوية مصنعة من قواعد طب شو هي هاي القواعد اللي هي الأمينات شو هي الأمينات يا أستاذي الأمينات يا أستاذي اللي حكيت لك على أنا المرماضي أي إشي AR بينتهي بN... هايه الأمينات هايếtرو كربوني يكربونة الورجيل فيها NHT هاي الأمينات إذاك كثير من الأدوية تتكون من قواعد هاي القواعد مسميها الأمينات الأمينات شو هي مواد عضوية من وين مشتقوها من الأمونيا هي الـ NH2 هاي مشتقة من الـ NH3 تمام الآن شو اللي بيصير فيه شجر اسمه شجر الكينة شجر شو ماله الكينة تمام بيستخلصوا من اللحاء الكينة من اللحاء تبع الكينة مادة منسميها الكينين مادة شو منسميها الكينين من شجر الكينة حلو والكينين أصلا يعتبر من مين من ضمن الأمينات مركب أميني كويس هذا الكينين استخدموا في مكافحة الملاريا كدوى أيضا الآن بيستخدموه في صناعة الماء المنعش تمام فبدك تنتبه يعني ممكن يجيك سؤال في الامتحان إذا بدهم يلعبوا معك في الامتحان ويجيبوا سؤال من مواضيع الرطي يجيبوا سر الطعم المر للأدوية يأتي بسبب احتوائها على أمينات حموض كربوكسلية كيتونات أمينات نأخذ مثال يلا هاي المثال أعطيت فيها قبل شوي لو ذوبت أمونيا هاي الـ NH3 مش الـ NH3 قاعدة يعني أنا وياك متفقين عليها قاعدة صح؟ لو ذوبتها في المي لو ذوبتها وين؟ في المي الـ NH3 قاعدة معنات الميحة تستغسلوك الحمض والمي حكينا عبارة عن H موجب و OH سالب صح؟ فالمي حتمنح بروتون لنين؟ للقاعدة فالمي صارت حمض والـ NH3 قاعدة فبنتج عندك NH4 موجب زائد OH سالب لأنه اللي ظل عند المي OH سالب وصلت؟ طيب نفس الشي بقولك إذا قمنا بخلط هاي التفاعل اللي حكيت لك يا قبل شو شرحناه في البداية إذا قمنا بخلط محلول HCL مع محلول NH3 هاي HCL و H3 الـ NH3 شو ماله؟ حم متفق أنا وياك إنه حم والـ NH3 قاعدة الـ HCL موجب والـ CL سالب فـ H عفوان موجب والـ CL سالب فـ HCL تمنح H موجب والقاعدة رح تستقبل البروتون فإذا الـ HCL هتمنح البروتون الـ NH3 هتستقبل البروتون الـ NH3 شو هتصير؟ NH4 موجب والـ CL هتصير سالب لاحظتم الساهم هنا في المعادلة اللي فوق عفوان ليش؟ لان القاعدة ضعيفة مع المي بيجواها بيجوها بقولوا سعوب وعاش ده تسألني والـ CH صح، قلامك أستاذ بس أنا عندي حمد قوي عندي حمد قوي يعني إيش؟ يعني إذا انت بتفعل حمد قوي مع قاعدة ضعيفة السهم باتجاه واحد تفعل قاعدة قوي مع حمد ضعيف السهم باتجاه واحد لأنه في عندي إشي قوي خلص، ما عندي إشي قوي السهم باتجاه واحد حتى لو عندي إش شي ضعيف ثابي ما إلي شغل لكن لما نذوب في المي بس لما نذوب في المي بدك تنتبه إذا الحمد قوي سهم واحد إذا الحمد ضعيف سهمين لما نذوب في المي إذا القاعدة قوية سهم واحد إذا القاعدة ضعيفة سهمين بير بالك وبالتالي أي تفاعل عند برونس دلوري أي تفاعل بصير فيه انتقال للبروتون يعني فيه H بلس بتنتقل من مادة إلى مادة أخرى هي اعتبرها تفاعل حمد مع قاعد المادة اللي انتقل منها البروتون حمد والمادة اللي أخذت البروتون قاعدة يلا تعال معيهم أتحقق بقولك حدد للحمد والقاعدة في التفاعلين الآتيين تعال نحدد الحمد والقاعدة سهل الأمور ترى طلع معي من خلال النواتج N2H4 زائد H2O بدي أفترض أني بعرفش أنه هاي قاعدة بدي أفترض لكنك ما بتعرف أنه هاي قاعدة مع أني أعطتك إياها المرة الماضية هس سأرد أكتبلك إياها أعطتكم إياهم وين؟ القواعد اللي ما فسرها أرهيني يصل أنه ما فيها OH هاي قاعدة معناته هتأخذ H بلص من وين؟ من المي فهتصير هاي N2H5 هي هاي N2H5 والشحنة موجب لأنه هاي متعادل وجهها H موجب والمي هتصير OH سالف طب وإذا ما عرفت افترض أني بعرفش من قاعدة ومن حمد وعطاني المعادلة كاملة من الناتج بعرف كانت عندي N2H4 صارت عندي N2H5 يعني إجاهها H موجب إذا هاي أخذت بروتون إذا هاي قاعدة الـ H2O كان عندها ثنتين H صارت OH سالف يعني فيه H طارت منها معناته هذا حمد إذا هذا إيش؟ هذا حمد تمام؟ تعال هون هذا إيش؟ مش قلنا أي إشي ينتهي بـ C O OH يعتبر حمد صح؟ وحمد ضعيف وهاي قاعدة طبعا ضعيف عشان يكسام باتجاهين حمد ضعيف طيب إذا هيمنح بروتون إذا هذا حمد هيمنح بروتون هيعطي H بلس أي H بلس هيعطي؟ إذا واحد بقولي هاي الأتش أقسم بالله إنها صبحة بدي أعلمها عوجهك هيك كم واحدة دينتين ثلاث خراطات على السنة على خد واحد طول الحصة الأولى وإحنا بنشرح أنه الأتش اللي بالأخير اللي معي الأو هي اللي بتتأين لأنه الرابطة بين الأو والأتش قطبية هون الأتش مع السيغة قطبية هاي ما بتتفكك فإذا هاي الأتش بلس هتطير تشبك في المي شو هتصير مي؟ هون قاعدة لأنه هذا حمد خلص هاي قاعدة فإذا هايصان لدي أتش تري أو بلس طب والأتش سي أو أو هتصير أتش سي أو أو ماينس لأنه خلص بس شلت منها أتش بلس فبدأت ترجع بتظل زي ما هي بس بتشيل الأتش الأخير وبتصير سالب تمام؟ تعال هون حدد الحمد والقاعدة فيما يليه تعال نحدد الحمد والقاعدة أنا وياك فيما يليه أنت بتعرف أنه هذا حمد لأنه بدأ بأتش وبما أنه حمد هيعطي أتش بلس للمي أتش تو أو هتصير أتش تري أو بلس أي هاي درونيوم وشو بصف عندك الأف ماينس هي بس نأخذ أمثلة أخرى بس مش الآن بعد ما أكتب لك الحموض والقاعد أكتب الآن اللي حكتبه الآن والله لن يتكرر ولن يعاد احنا كتبنا جزء كبير منه الحص الماضي واللي قبلها والله ثم والله الآن اللي حكتبه مهمة نقوله مرة ثانية عشان تتخزن عندك الأمور طيب هاي الحموض القوية الحموض القوية حكينا أتش سي أل أتش بي آر أتش آي أيضا أتش سي أل أو فور أيضا أتش أل أو ثري أيضا يا أستاذي أتش تو أس أو فور احتياطا هذول كلهم حموض قوية تمام الحموض الضعيف يا أستاذي حكيناهم والله العظيم حكيناهم الحموض الضعيفة الحموض الضعيفة أي مادة غير الستة اللي فوق طبعا تبدأ بأتش أو تنتهي بسي أو أو أتش يعني في عندها هون إيشو بتنتهي بسي أو أتش أي مادة تبدأ بأتش غير هذول أو تنتهي بسي أو أتش تعتبر حموض ضعيف طيب نيجي على القواعد معلش خليني أجي على القواعد يا أستاذي هاي القواعد القوية هاي القواعد القوية القواعد القوية انتوا عارفينهم تمام اللي هم بس أنت الآن مطالب بهذول حكيت لك المرة الماضية سواء حسابات أو هذا أنت مطالب بهذول يعني ما حتكتب معادلات لهذول فقط لهذول بس يلا مش مشكلة يعرف أنت هذول وهذول تكتب هاي ملاحظة تكتب معادلات معادلات تأينهم حسب أرهينيس خلص ما حتش يقول طب أستاذ مش القاعدة عند برونست دلوري لازم تستقبل براتون هاي كيف بدها تستقبل براتون رح ألخمك كف وقت عارف ليش لأن برونست دلوري ما جموش تيرت هذول هذول عند برونست دلوري بكتبوها زي ما كتبها أرهينيس يعني لو جيت قلت له مكتبولنا يا برونست دلوري كتبوا لي معادلات تأيون رح يجي يقول لك ويحط المي على السهم عفوا وييجي هذول برونست دلوري عادي ويحط لك المي على السهم ويقول لك ويقول لك خلص ما هو قال لك أرهينيس تفسير أرهينيس هيك صح للقواعد القوية التي تحتوي على الأواج لكن إحنا تفسيرنا عشان نصحح أخطاء أرهينيس تماما نرجع 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 شو هم القواعد الضعيفة انتفح عليهم ال-N-H-3 وال-N-2-H-4 تمام والاللهم صلي على الحبيب C-5 H-5 N وأي إشي R بتنتهي ب-N-H-2 هذول بكل ياتهم قواعد ضعيفة الآن بدي أكتب طحشة معادلات هون أنا هوقف هون خلص مش هدخل في الأزواج المترافق الحصة الجاية بس أنا بدي أقول لك شغلة لو بدي أكتب معادل التأيين مثلا 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 للحمض H-2 S-O-3 حمض قوله ضعيف والله العظيم انه ضعيف هذلك ال-H-2 S-O-4 القول H-2 S-O-3 ضعيف مع المي H-2O إذن ساهم رايح ساهم راجع بطلك حسب برونس اللوري هون بدي أكتبها هل سمين الحمض خلص هذا الحمض مين القاعدة معناته المي حتكون قاعدة خلص انتهى الموضوع الحمض شو هيعمل؟ هيمنح بروتون فحيعطي H بلس واحدة بس هيعطيها لمين؟ للمي حلو المي شو هتصير؟ H-3 O بلس مظبوط كم بروتون؟ 1 H موجب واحدة بس أنت المطالب فيها يعني هون من الثلاثين H أعطينا H واحدة بس شو صفة عندي؟ ظلت عندي H-S-O-3 ظلت عندي H-S-O-3 شو الشحنة؟ سالب غصب عني وعنك ليه؟ لأنه هي كانت متعادلة شيل منها موجب شيل منها موجب واحد دي تطير سالب واحد دير بالكم على الشحنات بالله عليكم شغل مخك شوية حسابات زائد و ناقص بس تعال نأخذ مثال ثاني لو جيت قلت لك مثلا خنأخذ قاعدة ضعيفة الآن لو جيت قلت لك C5 H5 N شوف هسا فيه طلاب حزعل منهم أنا طبعا ضعيفة لأنها هي القاعدة C5 H5 N بس هاي قاعدة صح؟ انتعارف انها قاعدة وهاي شو؟ هاي حم انتعارف انها هي حتو تكسلوك الحم لأن المي إذا كانت تفعلت مع حم حتكون قاعدة وإذا المي تفعلت مع قاعدة حتكون حم حلو المي حتمنح شو؟ حتمنح بروتون H موجب وحدة ففيه H واحدة حتطلع من هون وتشبك بمين؟ بالN دائما في القواعد H بتشبك في الN أعطيتكو إياها في التأسيس طيب تمام معناته هاي شو حتصير؟ C5 ما حتش يقول لي H6 N بلس بزعل منك تشبك في الN H C5 H5 يجي عندك H بلس زائد إيش؟ OH مينس لأنه ظل من المي OH سالب تمام؟ شو بتكون نوخذ كمان؟ إيش بتكون نوخذ كمان أمثلة؟ إيش؟ إيش بتكون نوخذ كمان أمثلة؟ خلاص يعني أنتو هاي الأفكار خلينا نوخذ لنا كمان مثال أخير بتكون يعقاعدة صح؟ طيب طب خلينا نوخذ حمض قوي حمض قوي يلا أشوف الحمض القوي H مثلا NO3 تمام؟ HNO3 يلا إذا قلت لك اكتب لي معادلة تعيين لأن H3 حسب برونس دلوري في المي تأيون في المي يعني دايما تقول لي المي مش هستساهم المي المي عادية H2O وساهم باتجاه واحد ليه؟ لأن هذا حمض قوي لأن هذا حمض المي شو هتسلك قاعدة الحمض شو هيمنح؟ هيمنح بروتون لمن؟ للمي للقاعدة شو هينتج؟ هتصير H2O H3O زائل شو صف عندك؟ NO3 سهل بس فتقول لي NO3 مينس الموضوع سهل شو اللي بدي يا منك كواجب الحصة الجاي؟ يلا أولا أولا لازم تحفظ الحموض القوي كلياتهم وتعرف تكتب معادلات تأيونهم حسب أرهينيس إنه المي عساهم بيعطيك H plus وحسب برونيس الدوري اللي خدناه اليوم التعريف اللي بدي يمنح بروتون ويعطيك H3O plus ونفس الشي الحموض الضعيف بدك تكون عارفة تحفظ القواعد القوية والقواعد القوية تفسيرها دائما حسب أرهينيس خلص بس لأنه كلام مرهينيس فيها صح يعني نعطيه Big Light القواعد الضعيفة بدك تكون حافظها وتعرف تكتب معادلات تأيون شو اللي بدي يا منكم اكتبوا لي معادلات تأيون المواد التالية حسب برونيس الدوري اكتبوا لي معادلات تأيون خليني نجعل الحموض الـ HCLO4 هاي اللي بحط عليها دائرة حسب برونيس الدوري بدي والـ H2SO4 حسب برونيس الدوري بدي وضيفوا لي عليهم برضو بس حموض ضعيف هذا اللي هو اه ايش بدي أعطيكم مثلا H3PO4 حسب برونيس الدوري هذا حموض ضعيف يعتبر مبدئيا تمام طبعا هذا من الحموض اللي عليها الاشكالية يعني في خلاف عند العلماء هذا قوي ولا ضعيف لكن اكتابك بعمل معاملة الضعيف فمشي طل هاي ثلاث حموض اثنين قويات وواحد ضعيف حسب برونيس الدوري بدي بالنسبة للقواعد بدي لهاي وبدي ل LH3 وضيفي عليهم هاي القاعدة اللي هي أمينات زي هاي بس قاعدة حقيقية اللي هي CH3NH2 دير بالك ال H الموجب اللي حتيجي محموض حتيشبك مع ال N يعني حتيجي هون مع هذول NH3PO4 مش تشبك لي هون مع ال N في القواعد بتشبك تمام هذول هسي بيقول طلبت منك والله اكتب لي معادلة للتأيين LIOH حسب برونسل لوري بتقول لي مش علينا برونسل لوري ما جابوا صيرة القواعد القوية اللي فيها O H فسروها حسب أرهين لسا إنه أرهين لسا كلام مصح تمام بس هاي هي حستنا لليوم حسب مفهوم برونسل لوري لسا ما خلصنا برونسل لوري يجو في الأزواج المترافقة برونسل لوري يجو في المواد الأنفوترية برونسل لوري يفسروا قوة الحمد وقوة القاعدة وفي أفكار كثير حنحكي فيها إن شاء الله تعالى في الحصص القادمة تمام شدوا الهمة وشدوا الحيل بدي همة عالية منكم يا جماعة الخير بدنا قوة وبدنا عزيمة بدنا إيرادة لسا إحنا في البداية فما حتش يقولي أستاذ أنا بلتحق ما بلتحق لما نقطع الدرس الأول ونخلص النص الدرس الثاني ولستاتك مش ينبلش يقولي أنا ملحوق تمام اللي راي عليه حسطين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة لسا بدري يحكي إنه لتحق هاي واحد ثانيا ما حتش يقولي فيش عندي شغف لإني بصير ذاتك من الطابق السابع تمام تقوليش أستاذي فيش عندي شغف مش قادر أدرس حاس حالي ومش حاسس وحاسة ومش حاسة يختي لسا بدري وياخي لسا بدري بدري على موضوع الشغف مش الآن تيجزولي والله لسا يعني خلينا نمشي يعني تعالي بشهر مثلا 11 شهر 10 شهر 11 قولي أستاذ طفيت قولي قولي طفيت بس لخكف بخليك إيش ترجع وكالة تمام كفوف أبو الحيان بترجعك وكالة معلم فلا يرضى عليك لسا بدري تقولي تيجزي شغف وجيع بالي وجيع بالي وجيع بالي تزعل من بعض انتفقنا؟ طيب كل التوفيق لكم الحصة القادمة هنبدأ في الأزواج المترافقة موضوع كثير مهم هشرح موضوع قوة الحمد القاعدة من ضمنه بالعقل وبعدها إن شاء الله تعالى هندخل بتفصيلة مهمة الحصة اللي بعدها فبدي نينكوا تركيز واهتمام رأي أعطيكم ألف عافية ونراكم على خير الحصة القادمة خلاص على البطاقة كل حصصنا القادمة إن شاء الله على البطاقة لما وصل البطاقة من خلال المندوب الله يرضى عليكم بتوصوها رقم المندوب 0 7 8 2 5 3 1 2 3 6 يا غالي اللي شغل اللي بالي والأمور تمام اتفقنا الله يعطيكم ألف عافية نراكم على خير الحصة القادمة السلام عليكم